بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحر رمضانكم وهنيئا لكم إنهاء أبنائكم لامتحان شهادة تعليم الابتدائي نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لكل أبنائنا ولكل فالذات أكبادنا إن شاء الله يحققوا أفضل النتائج واليوم إن شاء الله راح نعطيكم التصحيح موضوع اللغة الفرنسية في الحقيقة الموضوع السنة هذه هو موضوع سهل وسهل جدا وكل التلاميذ قادرين على أنهم يحقوا علامة جيدة وعلامة ممتازة لما لا فالنص كما راوعتكم وكما راكم عارفينه يتكلم عن الجغاف راح مباشرة نعطيكم حل الأسئلة اللي راه موجودة هنا في هذه الشهادة شهادة سهلة كما قلت سؤال أول قال ركوفي لابون غيبونس سو تكست يعطينا دون دي كونساي أعطينا نصائح ولا دون دي زنفورماشون ولا ركونت إني ستوار هو التكست يعطينا دي زنفورماشون يعطينا في معلومات عن زرافة عن جغاف كفون الجغاف كونتن دونجي سورفين دونك بإمكانكم يعني تحميل هذا الحل الحل هذا موجود يعني مقترح من أحد أصدقاء الصفحة صفحة الأستاذ بن سالم بن مبارك على الفيسبوك بإمكانكم تتصلوا بالصفحة موجودة هنا في التعليقات بإمكانكم أنكم تجدوا الحل الحل موجود هنا في التعليقات الحل يعني هو اقترحاته أم يعني الحل هو هو حل وضعت بعض الأمهات ومن قدرة السهولة يعني هو صحيح مئة بالمئة الحل هو هذا هو الحل يعني موجود مئة بالمئة بإمكانكم تحميلوا من صفحة الأستاذ بن سالم بن مبارك على الفيسبوك قلت هل يتمنعون من صفحة الأستاذ بن سالحة الأستاذ بن سالحة En courant Troisième Relève du texte l'antonime de mots Avant En arrière Avant Et En arrière Les girafes vivent Les girafes vivent En troupeaux En marchant En balançant leurs Coups Les girafes vivent دي إت دي إت سريع فصيل مرش نحو لن ت كم ساة دي إي مرش مبعف قليك وش داروش قليك مبعك قليك دي لي في مي نحو لنحو لن ته لجرافة الأنمال لقم اللي فقط سأخبران لقم اللي غير آف لقم اللي غير اش سنت لقم اللي غير نبي صنع اللي غير اش سأخبران بين المصرين أعشر دين شكراً للمصر دين يدين خلقي يميز نحن يدين يدين يميز في المصرحة يميز يجيز هل يستخدم مule يصف مال الليون الليون يعني ملك الغابة ملك الغابة إذن هذا هو الموضوع كما تشاهدون موضوع سهل أتمنى التوفيق والنجاح لكل الأبناء وأتمنى أني قد وفقت في مرافقتكم هذا العام للدروس كما أرجو لكم رمضان كريم مع دوام الصحة والعافية والنجاح لأبنائنا هذه الصفحة على الفيسبوك بإمكانكم أنكم تابعونا لأن إن شاء الله سيكون عندنا برنامج برنامج إن شاء الله في الصيف للأبناء في اللغة الفرنسية حتى تكون عندهم قاعدة ممتازة في اللغة الفرنسية ويحق العام الجاي والعام البعد أفضل النتائج إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وصلنا إلى نهاية كل الفيديوهات الخاصة بأسنة الخامسة لهذا العام دعوتكم لنا بالتوفيق والنجاح فنحن أيضا لازمنا ندرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مواعد قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر